أما الآن أثمنا صباحاً وموعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع ملنات فضل يمن شكراً لك جمعنا أثمنا صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً لكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية وبحضور وزير الخارجية سامح شكري والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية وخلال اللقاء أشهد رئيس السيسي بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لستراتيجيتها التنموية أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لقمة تغير المناخ وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته وخلال استقباله المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري رحب الرئيس السيسي بزيارة كاري إلى مصر وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها معربا عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة تحضيرا للقمة العالمية للمناخ كوب 27 المقرر عقدها بشرم الشيخ استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وصراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفا في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته مشيدا بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراحن وعلى كافة الأصعداء ومعربا عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به ساركوزي في تطعيم هذه العلاقات أدانت وزارة الخارجية لاستهداف الإرهابية من قبل قوات الحوثي لمطار الملك عبد الله في جزان بالسعودية باستخدام طائرة مسيرة مفخخة أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وخلفت خسائر مدية وأكدت الخارجية أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية والمدنيين يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف وتهديدا لأمن واستقرار المملكة وشددت الخارجية على تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية مؤكدة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1239 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافية من الفيروس إلى 40221 حالة وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي تسجيل 2003 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 54 حالة جديدة أعتبر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولت قرار رئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال منطقتين لوجانسك ودودانسك شرق أوكرانيا انتهاكا واضحا لاتفاقات مينسك لوقف إطلاق النار مؤكدين خلال اتصال مشترك أن قرار روسيا لن يمر دون رد من جانبه أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستوتنبرغ اعتراف الرئيس الروسي باستقلال منطقتين لوجانس ودودانسك وقال ستوتنبرغ أن قرار بوتين يقود سيادة أوكرانيا وسلامت أراضيها ويضعف الجهود الرمية لحل نزاع وينتهك اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار والتي تعد روسيا طرفا فيها شهد المعبد الكبير للملك رمسيث الثاني بأبو سنبل ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك بقدس الأقدس بحضور عدد من السائحين الأجانب والعرب والزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة وتتكرر الظاهرة مرتين كل عام يومين الثاني والعشرين من أكتوبر والثاني والعشرين من فبراير لتجذب أنظار العالم حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقدس والذي يبعد عن المدخل بنحو ستين مترا لتشعى بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيث الثاني يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الكويت وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقة المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة وأضاف متحدث الرئاسة أنه من المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمد الدولة الكويت محاور التعاون المشترك والسبول تعزيز العلاقة الثنائية الوسيقة التي تجمع بين البلدين خاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الرهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي ختم مجازة ثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل